السيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نضي بلد حلقة الليلة نتابع فيها تداعيات حادثة الحادثة التي وقعت في العقبة يوم أمس نتابع مع القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي والأجهزة المعنية الدعم السريع الذي تم مباشرته على كافة الأصعدة والتحذيرات التي تمت والمحاذير عاقب هذه الحادثة أرحب بضيفي العقيد مصطفى الحياري مدير اللام العسكري في الليش العربي الأردني مساء الخير يا سيدو يا أهلا بي وعطفتك أحادث الأمس شهدت دخل القوات المسلحة لمساعدة الجهات المختصة وهنا بيحب نسمع ماذا قدمت القوات المسلحة في هذا العام بسم الله الرحمن الرحيم بداية نترحم على أرواح المتوفين في هذا الحادث المؤلم والمؤسف ونتوجه لذويهم بأحر مشاعر التعازي متمنين لكافة المصابين الشفاء العجل أنا بفضل أن نسمي استجابة القوات المسلحة وليس تدخل القوات المسلحة هذه الاستجابة جاءت بناء على خطط طوارئ تم وضعها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات هذه الخطط تحدد الواجبات والمسؤوليات لمؤسسات الدولة ومن ثم تقوم كل مؤسسة بوضع خططها الخاصة وفقا لطبيعة واجب هذه المؤسسة ووفقا لإمكانياتها القوات المسلحة لديها خبرة واسعة في مجال الأزمات تعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية وحادث الأمس كان مثال على ذلك هل لك بشرح تفصيلي أكثر عن ماذا قدمت القوات المسلحة في استجابتها لحادث الأمس؟ منذ البداية كانت الاستجابة منذ اللحظات الأولى قامت المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية والزوارق الملكية بعزل المنطقة منطقة الميناء عن بقية المدينة لمنع امتداد تأثيرات المادة الكيموية إلى بقية المناطق هذا العزل كان بعمق 500 متر من جميع الجهات حتى من جهة البحر أيضا تم دفع فريق الإسناد الكيموي للتعامل مع المادة الكيموية ومن ثم ذلك هيئ الأمور لفريق الغطاسيين للمشاركة في إسعاف وإنقاذ وإخلاء بعض المصابين إخلاءهم إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله في هذا المستشفى كانت الكوادر تعمل بأقصى طاقاتها نعم خدمات الطبية دورها أمس وإيضا هناك كان حديث وتساؤل عن سلامة كوادر القوات المسلحة التي شاركت في الاستجابة وسلامة كوادر الطبية التي شاركت أيضا في هذه العملية مثل ما ذكرنا دور الخدمات الطبية كان واضح من خلال مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله هذا المستشفى عمل بأقصى طاقاته جميع مرتباته كانت متواجدة منذ اللحظات الأولى حتى قبل وصول أي إصابة إلى المستشفى وكان في الكثير منها بدوافع ذاتية من قبل الطواقم حتى قبل استدعاءها أيضا هذا العمل كان بالتعاون مع بقية المستشفيات في المدينة مثل المستشفيات الخاصة وأيضا تم فتح المستشفى الميداني هذا الجهد ما كان ليتحقق لو لا جهد آخر داعم من خارج مدينة العقبة من بقية الخدمات الطبية وبشكل عام من القوات المسلحة حيث تم تحريك ثمان طائرات ثلاث منها مجنحة في الطائرة الأولى والثانية كان هناك كوادر طبية كان 140 سرير وأيضا فريق الإسناد الكيماوي في الطائرة الرقم الثلاث تم تحميلها ب46 طبيب من وزارة الصحة أيضا تم وضع المستشفيات العسكرية في مدينة الزرقاء والعاصمة عمان تحت حالة الإنذار القصوى تحسبا لنقل أو إخلاء إصابات لكن بحمد الله لم يتم ذلك لأنه تم السيطر على جميع الحالات ضمن الكوادر المحلية والمرافق المحلية في مدينة العقبة وأيضا في هذا المجال تم إعداد سيارات إسعاف وكوادر لإخلاء المصابين في حال تم إخلاءهم فهذه الجهود تم تكليلها من خلال تواجد مدير عام الخدمات الطبية خلال ساعتين في موقع الحادث نعم اسمح لي عطفتك في سؤال مهم اليوم نحن نتابع مشاهد ممكن اللحظات الأولى للحادث واليوم الكل يبحث عن تفسير لأصل المشكلة لأصل ما حدث هل لديكم في القوات المصرحة تصور أولي لما حدث؟ بصراحة في هذا الوقت لا يستطيع أحد أن يقدم لك أي تفسير الآن تم تشكيل لجنة يرأسها معالي وزير الداخلية مازم الفراية هذه اللجنة تعمل بثلاث اتجاهات حاليا التحقيق في الإجراءات التي تمت قبل نقل المادة الكيموية إلى الميناء الإجراءات أثناء التحميل وأيضا إجراءات الاستجابة لكن أستطيع القول بأن ما حدث قد حدث الخطاء حدث لكن هناك إنجاز على المستوى الوطني بدءا من القيادة السياسية ممثلة بجلالة الملك وسمو ولي العهد الذين تابعوا منذ البداية حتى قبل أقل من ساعتين كان سيدنا على يرأس اجتماع في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أيضا متابعة من قبل جميع المؤسسات رئيس هيئة الأركان المشتركة أمضى يوم أمس متابعة حثيثة لكل تفصيل كبير وصغير لهذه المسألة حتى تم هذا الإنجاز الوطني بالتعامل مع هذه الأزمة كما يتم التعامل معه في كثير من الدول المتقبط الحوادث تحدث لكن المهم طريقة الاستجابة والتعامل مع كذا حوادث اسمح لي كان في تساؤل اليوم وهذه المادة خطر وهذا يعني أمر بات الجميع يعرفوا اليوم والجميع يعرفوا سابقا واليوم هذه المادة تنقل عبر ميناء العقبة وعندنا مصنع في الموقر بمصنع هذه المادة والسؤال أنه في موضوع نقل المادة وتحميلها وما إلى ذلك وهناك تساؤل هل من الممكن لسلاح الهندس الملكي وهو سلاح نعتز ونفخر به جميعا أن يتولى لاحقا ما بعد هذه الحادثة مهمة الإشراف على نقل وتحميل مثل هذه المواد السلاح الهندس الملكي هو سلاح كوادره تملك الكثير من الخبرات المتميزة والمتعددة ويوم أمس كان مثال على ذلك فريق الإسناد الكيماوي حتى أن التسمية الرسمية هو فريق الاستطلاع والتحقيق والإنقاذ هذا الفريق عمل منذ اللحظة الأولى على التعامل مع الحاوية والتسرب الذي حدث أيضا قام بتفتيش وتطهير سطح السفينة المناطق والحجرات المغلقة فيها والممرات ومن ثم عمل على استخدام تكنولوجيا التنبؤ للتنبؤ بما ستكون عليه سحابة المادة الكيماوية أين ستتحرك وفقا للظروف والرياح وبناء على هذه القراءات عمل على تأشير المنطقة ومنع دخول إليها أي شخص ممكن أن يتعرض لهذه المادة الكيماوية لكن أن نقول أن هذا السلاح سيتولى مسألة نقل المواد الخطرة فهذا مسألة تم مناقشتها على مستوى الدولة وهي مسألة حساسة قد تكون في جزئية منها تعود للجنة التي ذكرناها قد تكون في إحدى توصياتها إعطاء دور لسلاح الهندسة في هذا المجال نقل المواد الخطرة هل تعرض أي من أفراد القوات المسلحة في هذه الاستجابة للإصابة أو ما إلى ذلك؟ الحمد لله طريقة التعامل والاستجابة كانت باحترافية عالية بالطبع مثلنا مثل غيرنا من الأجهزة التي تعرضت للإصابات تعرضت كوادرنا لمثل هذه الإصابات لكن بحمد لله هي إصابات خفيفة لا يستدعي ذكرها وما يستدعي ذكره هو أن همم النشامة ستستمر في هذا الحادث وفي غيره من الحوادث لخدمة لهذا الوطن العزيز بسؤال أخير حتى لا أطيل عليك وبعرف إنشغالك لكن مستوى التنسيق بين الأجهزة ودور الأجهزة جهاز الأمن العام الأجهزة المعنية كافة التي كانت موجودة كيف تقيمها اليوم؟ مثل ما ذكرت لك بدءا من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الذي وزع الأدوار ووزع المسؤوليات وصولا إلى التعاون والتنسيق المنقطع النظير في الميدان وعلى الأرض بدون حصول أي تصادمات أو إشكالات على الأرض والدليل على ذلك هو ما تجده الآن في وسائل الإعلام فجميع هذه المؤسسات عملت في حالة من التناغم والتنسيق على درجة عالية جدا أشكرك كل الشكر العقيد مصطفى الحياري ومدير العلم أسكري في الإجراء العربي أشكرك على حضورك الليلة وإضاحك للتعامل والاستجابة مع هذا الحادث وكل الشكر للقوات المسلحة ولكافة الأجهزة المعنية التي تتعاملت مع حادث يوم أمس وأيضا الأمن العام وكوادر الدفاع المدني لهم جزيل الشكر والتقدير على كل ما قدموه يوم أمس أشكرك مرة أخرى شكرا لخضورك الليلة معنا